اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد اذا مفيد جدا الكمون لعسر الهضم والغازات وتطبيل البطن اللي تطبل على بطنك مثل الطبلة الله وكيلكم هذا شيء بتعرفوه اذا بيدخل بالتوابل وبيدخل بالابهارات وبندخله في الصواني مع السماك وما اشبه فبالتالي فوائده جدا عظيمة الكمون لو وضعنا البودرة او القليل من المنقوع بقطنة لفناها ووضعناها بالانف حتى الاطفال اللي عندهم النزف من الانف بوقفه الكمون ضد البكتيريا والالتهابات ما شاء الله خصوصا الحبوب اللي بالفم والفطريات اللي بالفم غرغرة ونبسق شوفوا هالخصائص حنا بلشنا ننسى التليفونات الآن خلينا نتكلم عن الفوائد وبعد الفاصل لاستقبل الاتصالات اذا الكمون نعمة من الله سبحانه وتعالى لابداننا اذا بخفض السكري وهلأ الابحاث بتحكي انه مفيد جدا لمرضى السكر اذا تناول ملعقة من الكمون على كوب من الماء صباحا معقول وبيخفض الضغط ايش بدنا اكثر من هيك اذا كابسولة بدل كابسولة الضغط وكابسولة بدل السكري ومشاكل الغازات والقولون والقولون العصبي يا سلام اذا ضد فقر الدم والانيميا مقوي للبدم يستخدم للتنحيف مع الليمون منقوعه مع الليمون اذا بخلصنا من الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه الابحاث الحديثة اللي بتتكلم عن هذا الموضوع لكن ما رأيكم بزمان ذكرنا انه الفراعنة والناس اللي كانوا زمان يستخدموا الكمون ووجدوا البذور في جرار اللي كانوا يحتفظوا فيها بذور الكمون الكمون جدا مفيد لمشاكل القصبات وايضا السعال وايضا لخشونة النفس والصدر فبالتالي اذا حتى تناوله مفيد جدا للي عندهم الارق وما بيدخل بالنوم بسرعة منقوع الكمون بساعدهم على النوم والدخول بالنوم العميق اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد اشترك